اشتركوا في القناة المتطورة بين البلدين الشقيقين بقيادة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا واخيه ملك المملكة المغربية الشقيقة ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله وقد اكد رئيس مجلس النواب موقف مملكة البحرين الراسخ في دعم المملكة المغربية الشقيقة ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ومشيرا إلى قرار فتح قنصلية عامة لمملكة البحرين بمدينة العيون المغربية تأكيدا للسيادة المغربية وترجمة لقوة العلاقات البحرينية المغربية مشيدا معاليه بالعلاقات البرلمانية ومستويات التنسيق المشترك والمواقف المشرفة للمملكة المغربية الشقيقة تجاه مملكة البحرين والحرص على فتح أفاق من التعاون الثنائي في المجالات التنموية من جانبه عرب رئيس مجلس النواب المغربي عن بلغ الإشادة والتقدير لجهود ملك البلاد المعظم في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة وما تحقق من نجاح متميز خلال رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين وما صدر عنها من توصيات وقرارات مشيرا إلى أن البحرين بحكمة وقيادة جلالة الملك المعظم وجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمتلك منظومة حقوقية رائدة ومتطورة ونموذجية وعصرية وخلال جلسة المباحثات تم استعراض سبل التنسيق للمواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الدولية وتفعيل دور لجان الصداقة وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب ترجمة نانسي قنقر